رهم الجهود والأموال الكبيرة التي بذلها عباس شنشول في تهيئة وحراثة أرضه التي تقع في مناطق الدنائب إلا أنه لم يشمل بالخطة الشتوية لزراعة محصولي الحنطة والشعير من قبل مديرية الزراعة في محافظة الديوانية طبعاً مضرر لأنه أنا هسان أقول لك هل قائح حسن عليها؟ والله أكثر من خمسين مليون أكثر من خمسين مليون دينار شغلها وتهيئتها وعرفها يشوي اللي حكسه ما تبعد تصل فوق الخمسين زينان شنه ذنبنا إحنا على الله وعلى هي هاي ماكو لا شسمة لا على وظيفة لا غيرها إحنا هذا هو شغلنا وزارتاء الزراعة والموارد المائية أقرتاء الخطة الزراعية للموسم الشتوي بواقع أربعة ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية ومليون ونصف المليون دونم سيتم سقايتها من المسطحات المائية حصة الديوانية منها بلغت مائة وأربعة وستين ألف دونم بما لا يتناسب والواقع الزراعي حسب الجمعيات الفلاحية خطة قليلة جدا لا تتقي إلى المستوى المطلوف أملنا ومطالبتنا أن تكون خطة أقل تقدير ثلث ملايين أمون أكثر من ستين إلى خمسة وستين بالمئة الفلاحين على المستوى الوطن أحضرون وخصوصا المحتمين على المياه السطحية وزارة الزراعة من جانبها أكدت استنادها على الخزين المائي المتوفر في إعداد الخطة الزراعية للموسم الشتوي مشيرة إلى إمكانية زيادة المساحات الزراعية تبعا لطبيعة الأمطار التي ستشهدها البلاد خزين الماء الموجود بالعراق غير كافي لاستزراع كامل المساحات في العراق والديوانية بالخصوص لكن سيعتمدون على الأمطار وقلنا أن هذا الموسم يعتبر موسم رطب حسب التوقعات فهناك كميات مطارية إن شاء الله ستتوفر والخزين سيزيد وبذلك ستزداد الخطة الزراعية وركزت الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي على زراعة الأراضي القريبة من أكتاف الأنهال ومصادر المياه مستثنية الأراضي البعيدة والتي تقع في مناطق ذنائب الأنهال مخاوف استمرار الأزمة المائية بما يهدد الأمن الغذائي للعراقيين ما زالت قائمة رغم الجهود الحكومية لإيجاد الحلول المنطقية والتي جاءت كرد فعل على تقليل حصة العراق المائية من دول المنبع ميثم الشباني الحرة الديوانية